انت مستني يوم الأجازة النهاردة عشان تعمل ايه ده سؤالنا اللي موجودة على صفحاتنا على فيسبوك خلونا نستعرض مع حضرتكم دلوقتي ممكن بعض من اجابتكم ونعرف انتو بتحبوا تعملوا ايه في يوم الأجازة ونبتدي باستاذ يحيى ابو العلا حسين اللي بيصبح علينا من الاسكندرية صباح الخير عليك وعلى كل اهل اسكندرية وبيصبح على أستاذ محمد حسني محمود أحمد وبيقول انا مستني يوم الأجازة عشان افضل اسبح ربنا وامسك المصحف وبعد كده في الآخر او في آخر النهار اطلع على القهوة اشرب قهوة بلبن وصباحكم فل وسعيد صباح الخير عليك يعني يا سوز يحكى وانت بتسبح بقى وتقرأ القرآن ياريت يعني ما تنسناش بالدعاء انا واختك الغلبانة بسانتي يعني طيب فيه كمان أستاذ عبد المنعم جاب الله أستاذ عبد المنعم بيقول صباح الخير عليكم ويه نهاركم سعيد من محافظة المنوفية بحييكم الحمد لله بعد خروجي على المعاش كل الايام بقت اجازة مش مستني يوم معين علشان اللي ما تعملش النهاردة بيتعامل بكرة وصباح الفل عليك تبدايقش يعني انت اشتغلت كتير فيعني حلو ان انت تريح ده حقيقي يعني ده تكريما وتكلينا لمجهوداتك بقى اللي انت بزلتها خلال السنوات اللي فائدتة ربنا ديك الصح يا رب يا أستاذ عبد المنعم أستاذ علاء هرون بيقول بيصبح علينا بنصبح عليك يا أستاذ علاء أنا بخرج أنا وأصحابي نروح رحلة على مركب في الغرداء نشغل هناك وبنخرج كل أجازة أنا وأصحابي شوقي وشازلي وقريشي طيب بقى نصبح على شازلي زمالنا بعد المرة يعني بما انه جاب سيريت شازلي يعني طيب فيه ظهرة الصبار يا باسند بتقول بقى هو ده اللي اختلاف برا السندوق بقى تفتير برا السندوق ظهرة الصبار بتقول لك أنا هعمل محشي يعني بس قولنا بقى محشي ايه ويا ريت لو طبق صغية بقى تبعتي على الستوديو شمس سالم أستاذ شمس أو أستاذ شمس بتقول أحلى حاجة يوم الجمعة الغدى كلنا مع بعض بعد الصلاة وقراءة صورة الكهف والإحساس أنه يوم عيد بصراحة حلوة قوي حلوة تجمع الأسرة عم تنينية انتهي أنا بحيث أصلاً أن يوم الأجازة يا باسند هو يوم أسري بامتياز زي ما قلت لك يعني فكرة الواحد ما بيصدق اللي هو يفصل من موضي الشغل ونتجمع نشوف بعض نقعد نتكلم مع بعض نتخلص من موبايلاتنا وفكرة اللي احنا على طول قاعدين على وسائل التباعد الاجتماعي لا قربوا بقى من بعض الجميع كمان في يوم الجمعة بزيت الناس اللي عايشين مع بعض في نفس البيت الحلو أن أنتو الأب والابن مثلاً هينزلوا يصلوا مع بعض بعد كده هيرجعوا هتبقى الأم محضرة الفطار فهيبقى يعني حلو أن البيت كله يتجمع مع بعض ويعودوا يفطروا مع بعض فبتبقى فرصة كويسة أن هم يتجمعوا في اليوم ده إن كلنا للأسف عنده كل واحد يكون عنده مشاغل عنده يومه كلنا للأسف ما يمكن ما أعجبني حاجة أنا أسف على قطر الكلامك بس أعجبني حاجة قالتها زميلتنا لم يا حمدين وهي بتتكلم على يعني بتعمل إيه في يوم الجمعة قالتلك بطلع الموبايل بتاعي وأنا قاعدة مع ابني بعد ما من خلص الصلاة وبتبتدي تدور مين اللي موديتوش وتبتدي اللي هي تودوه حاجة جميلة فعاً فكرة ابعيده وتخلصه إنسى بقى فكرة لأنا أبعط له رسالة واتس هاب أو أبعط له على الفيسبوك أو انستجرام أو أي مكان الخاصة بوسيلة للتوصل لأن أنا بحسها هي بتبعدنا أكتر ما بتقربنا ما فيش أحسن من ألوء كذلك بس أنت عامليه والله أنت يعني بالك كثير ما سألتش عليك فقلت أطمن عليك أنت أخباري أنت تمام والله ليها أثر لا والله بجد والله فعلا بس أنت إليها أثر كبير جداً هسألك سؤالي أنا كان بقلي فترة ما شوفتكيش في الشغل لما كلمتك فرقت معاك أو لا؟ لا طبعاً تفرق أكيد والمهم جداً الودد ما بين الزمايل طبعاً مهم جداً الودد ما بين الناس وبعدها حتى مش زمايل في الشغل لو حد كنت بشتغل معاه قبل كده وبقالنا كثير مش بنتكلم لكن زي الحاجات اللي تحسب لك على فكرة إنه مهم أننا أيوم الأجازة فعلاً نود بعض لو فيه صلة رحم أبتدي أشوف مين اللي أنا فعلتي بقلي كثير ما كلمتوش أو ما رحتلوش لو عندي الوقت وعندي المجهود وقدر أعمل ده يلا بينا نعمل ده أكيد من الحاجات الكويسة قوي أسألك عاوز بقال لو عندي الوقت اعمل ده يعني خدها بصفة أمر وعمل ده أنا فعلاً يعني أنا فعلاً يوم أجازتي يعني بجد بجد يعني مثلاً ثلاثة ربعة إذا نعمل عشان كده أنا بقولك لا اعمل ده حط كده تدولست كده أو يعمل كده أولويات أنا عاوز أنا يوم الجمعة الجاية هزور أحمد ده هزور بسانتة هزور محمد هزور حسين لا ده أنا هيبقى عند العيلة وهكلم حد من زميني مثلاً بتوع المدرسة أو بتوع الجامعة علشان أسأل عليه أو أشوف افتكر نشط الذاكرة وافتكر والله في الآخر خالص يعني تعالي نرجع كده لأيام يعني الله لا يعودها علينا طبعاً أيام كورونا الناس لما قاعدت في البيوت افتكرنا بعض وابتدينا اللي احنا نود بعض لين نبعد قوي عن بعض كده لا تعالوا نقرب من بعض تاني وتعالوا اللي احنا نبقى دي دعوة اللي احنا نسأل على بعض تعالي ناخد تعليق أو اتنين وبعد كده نطلع فاصل سريعاً كده في محمود محمد حسن بيقول صباح الخير عليكم علشان بذاكر كورسات انجليزي وأنا بصراحة بستنى الأجازة علشان كده حلو برضو اللي انت يا محمود تقضي الأجازة في حاجة مفيدة في التعليم وأعتقد اللي احنا كلنا هنفضل نتعلم ووفيش حد أبداً كبير عن العلم حقاً أستاذ عبداللطيف بقى عفيفي عبداللطيف بيعمل حاجة يعني كل الرجالة أو احنا نفسنا كل الرجالة تعملها يوم الأجازة يوم جميل بخلص فيه لكل مخلصتوش الأسبوع أي حاجة رقصة في البيت بعملها لو لمب الكهرباء محروقة بستغل الوقت وغيرها وصباح الخير عليكم صباح الفل عليك يا أستاذ عفيفي طيب دي مجموعة من التعليقات اللي حضراتكم بتقولونا فيها بتعملوا ايه في يوم الأجازة بتاعتكم يعني بتنظموا اليوم ده إزاي تحديداً بالتأكيد أكيد لسه فيه أكتر وأكتر ومستنين يعني أفكار بقى مختلفة علشان حتى تشجعوا الآخرين اللي هم يعملوا زيكم بعتون تعليقات أكتر ومستنين وهنعرضها إن شاء الله خلال حلقتنا النهاردة